بسم الله الرحمن الرحيم ابني لنفسك قصرا في عشرين ثانية فقط إنه مستحيل ضرب من المحال ولكن عندنا ليس هناك مستحيل بإمكانك أن تبني لنفسك قصرا في عشرين ثانية وأن تبني لنفسك ثلاثة قصور في دقيقة واحدة كيف ذلك؟ تعالوا بنا لنتعرف على السر في ذلك سورة الإخلاص تعدل ثلثة القرآن الكريم روى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ كل هو الله أحد يرددها أكثر من مرة يرددها كثيرا فلما أصبح جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقلها يعني يستقل عظم سورة الإخلاص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلثة القرآن وقد اختلف أهل العلم في معنى ذلك فمنهم من قال أنها ثلثه باعتبار المعنى بشرى لك أيها المستمع الكريم من قرأ كل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين في الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذن لتكسر قصرنا يعني نستطيع أن نكسر من القصور فنبني عشرات ومئات وآلاف وماليين القصور في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك روي هذا الحديث سعيد بن المسيب وقلصة حكم المحدث عليه أنه مرسل جيد في دقائق قليلة تحوز قصورا في جنات ونهر يمكنك أن تكرأ صورة الإخلاص مئة مرة في ثلاث دقائق فقط في ابن الله عز وجل لك عشرة قصور في الجنة لأن كل عشرة قراءات بها قصر يعني القصر في عشرين ثانية يعني ثلاثة قصور في دقيقة واحدة في ثلاث دقائق يكون عندك عشرة قصور كم من الضقائق والساعات بل والأيام والأعوام ضاعت وانفلتت من بين أيدينا دون أن نستثمرها فيما يعود علينا بالنفع في الدنيا وفي الآخرة كم من كصور حرمنا أن نبنيها في جنتنا بإذن الله تعالى والتي عرضها كعرض السماء والأرض لك في الجنة مجساحات لا يحيط بها عقلك ولا بصرك ولا يدركها قلب إنسان ولا تخطر على باله أبدا صورة الإخلاص طريقك إلى أن تعمر تلك الجنة الواسعة المترامية الأطراف ممئات وآلاف بل وملايين من القصور باستطاعتك أن تصنع ذلك يمكنك في طريقك للعمل أو المدرسة أو لأي مصلحة وأنت في المواصلات أن تستثمر تلك الدقائق طالت أو كسرت في أن تردد صورة الإخلاص رزقاني الله وإياكم بركة كلامه سبحانه وتعالى